في حلقتنا الثانية من صديقي جيك عندنا اليوم رعاة بقر في الفضاء وأبطال في عالم الجيمينج يخلطون السحر مع العلم وإيش يصير إذا رباك بوكي من سطوري أخبار كثيرة مختلفة يلا نبدأ أول فقرة معنا هي بالتفصيل الغير ممل اليوم راح نتكلم عن مسلسل كلنا كنا ننتظره من زمان وهو كاوبوي بيباب أو صائدي جوائز بيباب المسلسل مستوحى طبعا من الأنمي الشهير كاوبوي بيباب هذا المسلسل تكلف مجود جدا خرافي في صناعته وسط انتقادات وتخوفات كثيرة لكن نتفليكس جمعوا لكم كتاب مخضرمين كل واحد فيهم يقول الزود عندي اشتغل على أعمال كثيرة واضح جدا في النص الحواري من المسلسل الي يجمع بين الدراما والكوميديا وبصراحة الكوميديا ضحكتني كثير الكيمية ما بين سفايك وجيت قوية مرة دائما حواراتهم تخليك تضحك من قلبك واحد يرفع وثالي يقلس يجب أن يكون هناك من المسلسل كل هذا الشيء الذي تحصل على أنك تحصل على جميع المسلسل أمي صحيح؟ صحيح 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 أنت ذهبك كذلك اعطيك اعطيك قدام بي لا يمكن أن تكون لديك جميع جميع المسلسل وعندما تعلم أنك تكون لديك شيئًا بعض الوقت لديك شيئًا لا يمكن أن تكون لديك شيئًا وهذا ما كان مفاجأة خاصة لما تعرف ان كاتب الحلقة الأولى من المسلسل هو كريس يوست أحد كتاب فيلم ثور راغنوراك والذي شاهد فيلم ثور راغنوراك بيعرف ان فيه كوميديا كثيرة مخلوطة بالأكشن واذا طالعتوا قائمة المؤلفين راح تلقون مؤلف اسمه هاجمي ياتاتي واللي عارفين كوبوي بي باب والسانرايز السيديوز اللي صنعوا الأنيمي الأصلي عارفين ان هاجمي هذا اسم مستعار لشخص غير حقيقي يحطونه بالنيابة عن فريق سانرايز الإبداعي بالكامل وطبعا زي ما في كوميديا في أكشن الأكشن هنا على مستوى عالي جدا في الأنيمي كانت فنون قتالية الخاصة بسبايك مستوحى من اسلوب بروسلي في مسلسلنا واضح أن المثل جون تشو تحول فعلا إلى بروسلي لأنه تبع نظام تمرين قاسي لكن في هذه الحالة العضلات ما هي بس المبهر لكن استخدمها فعلا عشان ينفذ كثير من المشاهد الأكشن بنفسه وهذا الأمر خلاه ينصاب في ركبته أثناء التصوير ويحط التصوير فترة طويلة إلى أن تعافى والمسلسل أيضا فيه أسماء مخرجين كثير مثيرين لاهتمام أحد المخرجين هو أليكس غارسيا لوفيس والذي شارك فيه إخراج أعمال رائعة مثل The Witcher The Punisher Luke Cage The Chilling Adventure of Sabrina وأيضا دير ديفل وبتحديدا فيه دير ديفل فيه حلقة اللي كان فيه مشهد الهروب الشهير من السجن في الموسم الثالث وهذا اندل على شيء فهو يدل على أن الأكشن في المسلسل ما ينخاف عليه عرفين شهد الصوت؟ هذا معناه أن حان وقت فاقرة الأوتاكو خلونا نعرفكم على فرق جديد ينضم إلى عائلة الأوتاكو عائلتنا صديقي يلقيك نايف خلونا الآن ننتقل إلى الستوديو عندنا شكرا يا فاهد على استضافتك هذه ويعطيك العافية والحين خلونا نبدأ دقيقة الأوتاكو فيلم بوكي من الجديد أسرار الأدغال اللي موجود الآن في نتفلكس تحصلونه قصته نوعا ما مشابهة لطرزاني طفل صغير اسمه كوكو ضايع واللي لقاه بوكيمون جديد أسطوري أول مرة يطلع واسمه زارو من هنا كوكو وزارود عاشوا منعزلين في الغابة إلى ان تصادموا بالبشر وكان من بينهم آش وبيكاتشو فإيش هيصير على زارود وكوكو صراحة فيلم رهيب جدا الصح كتابعها وننتقل الآن من الفترة الزرقاء أو بلو بيريود القصة هذه تتكلم عن يترو يترو هو شخص مستهتري يمشي ويتريق ما عنده هدف واضح شاف لوحة أثارت شغفه وفضوله وقرر أن يتعلم شيء اسمه الرسم التشكيلي من يوم ما تعلم هذا الشيء صار يقدر عبر عن أشياء ما كان يقدر يعبر عنها بالكلام خلوني يقول لكم الأنمي هادي سلايس اف لايف يطلعك عن جو الأكشن والاقتلات لكن لازم تجرب التابع الأنمي بما أننا تكلمنا عن شريحة من الحياة جبت لكم أنمي مدرسة اسمها مشكلة كومي طبعا مشكلة كومي أنها فتاة جميلة كثير يحاول يتقرب لها لكن هي مو عارفة كيف تتواصل فصارت منعزلة إلا أن جاء وقت وانتقل طالب بمدرسة هادي الطالب اسمه تدم وهو الشخص الوحيد اللي لاحظ أن كوني ممكن تتقرب لأشخاص لكن مو عارفة تتواصل معهم فقرروا أن يساعدها ويخليها صادق مئة شخص ليش مئة شخص يعني حتى بقي شوي ويخليها صادق مدرسة كلها شخصيا أنا معجب جدا بالعمل والحين جينا لوقت أخبار الأوتاكو أكبر حدث يهم الأوتاكو هو مهرجان نتفلكس في اليابان واللي جت معه أخبار كثيرة مرة وخلونا نروح ننتقل للأخبار هذه ونتكلم عنها أول وأهم خبر عندنا عن جوجوز بيزار أدفينتشر ستون أوشن واللي راح يعرض في 1 ديسمبر ومكوّن من 12 حلقة القصة تكلم عن جوليني المحبوسة في سجن اسمه غرين دولفين غرين دولفين هذا موجود في فلوريدا واللي راح تحصل فيه قلادة خاصة ببوها القلادة هذي بتكون سبب في إيقاظ قوتها الدفينة فهل راح تقدر تكشف أسرار السجن والمشاكل اللي صير في السجن والظلم اللي صير في السجن وتقدر تنحاش من السجن ولا لا أقراتسكو موسم الرابع قادم في 17 ديسمبر وإذا ما شفت أقراتسكو إلى الآن لازم تعيد حساباتك الأنيمي جدا رهيب في السنة الجاية إن شاء الله راح ينزلنا فيلم جديد من استيديو ويت وهو نفس الاستيديو اللي يشتغل على أتاكن تايتن أو الهجوم على العمالقة واللي بيكون مع مخرج المخرج الشهير ريوترو ماكيهارا ومساعد المخرج لأتاكن تايتن اللي هو هريوكي تاناكا وبيكون محهم مصمم الشخصيات ومشرف الإخراج من ناروتو بوروتو ذا سكاي كرولارز اللي هو تيتسويا نشيو الفيلم اسمه وهو الفيلم اللي راح ينزل إن شاء الله في 2022 وبين بيكم بعد الأسماء اللي ذكرتها هذه كلها أنا أتوقع الفيلم راح يكون جميل جدا وفعلا مترقب في 2022 واللي يحبون خطايا سبعة وأنا جدا أحب هذا العمل الكبير جدا في فيلم من جزئين اسمه The Seven Deadly Sins Garage of Edinburgh الجزء الأول بيجي في العام القادم إن شاء الله ويتكلم عن قصة ابن مليوداس واللي مبني على سلسة The Seven Deadly Sins من تأليف نكابا سوزوكي وعلى طاري نكابا سوزوكي راح يرجعنا في مسلسل جديد اسمه كاكيغوري توين ويكون في أوغوست 2022 وفي إيبرل 2022 أخيرا الموسم الثاني من تايجر أن بني والمحبين المحقق كونان ما راح يجيكم مسلسل واحد بالعكس راح يجيكم مسلسله Detective Conan Calbert هانزاوا و Detective Conan Zero's Tea Time وبكذا تكون خلصت فقرة الأوتاكو ونرجع لصديق جيك فهد شكروا لك يا نايف والآن خلوا ننتقل إلى فقرة محاورات ومنورات إذا كنت متابع السوشال ميديا في الفترة الأخيرة أو كنت جيمار فأكيد مر عليك فعاليات وأخبار كثيرة تتكلم عن مسلسل League of Legends الأول Arcane لكن إذا كنت محتاجة تعرف أكثر لا تشيل هم خلونا نتحاور في هذا الموضوع ونكتشف مع بعض أسرار ما حد تكلم عنها إيش هو مسلسل League of Legends الجديد المسلسل اسمه Arcane صدر أخيرا يوم 7 نوفمبر هذا الأنيميشن كان منتظر بشدة من 2018 هو يعتبر الشراكة الأولى بين نتفليكس وراية جيمز طيب وش هي قصة المسلسل؟ المسلسل يكشف عن قصة تم التمهيد وتحضير لها من 8 سنوات داخل اللعبة وما تحتاج تكون خبير في قصة لعبة League of Legends أو تكون لعبتها عشان تستمتع فيها لأن في الأساس راح تكشف إذا أصل قصة من البداية تفاصيلها ما حد شافها في اللعبة تحسنك تقعد تمشي في اللعبة وفجأة هجم عليك جنغلر من قوة التفاصيل فيها وهذه بعض المعلومات اللي راح تخلي القصة واضحة ومؤثرة أكثر بنشوف في أحداث مسلسل القصة وراء الشخصية المجنونة جينكس وعلاقتها بشخصية فاي الشخصيتين صدروا في اللعبة من عام 2013 وكان في تلميح أن بينهم علاقة لكن ما حد كان يعرف إيش طبيعة العلاقة هذه بالضبط إيش الاختلافات بين قصة اللعبة وقصة المسلسل؟ برغم أنهم موجودين في اللعبة كأعداء بينكتشف في المسلسل أن باي وجينكس أختين وأن باودر أو جينكس كانت بنت عادية وطبيعية قبل ما تصير مهوسة بالتفجير والتدمير كل هذا من خلق القصة الجديدة بالكامل لأصل شخصيات كثيرة من داخل عالم اللعبة وأصل العداوة بين مدينتين اللي تصير فيهم الأحداث هم بيلتوفر مدينة التقدم والعلم والوجه الثاني المظلم لها هو مدينة زور وأكبر فرق بين المسلسل واللعبة أن المسلسل زل 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 ما في لك ومن المعلومات المثيرة الاهتمام أن الأستوديو اللي اشتغل على هذا المسلسل هو السوديو الفرنسي اسمه فورتيش وهذا الأستوديو اشتغل على فيديو كليبات كثيرة خاصة بغاني شهيرة للعبة لول أهمها أغاني كي دي اي وأيضا أغاني لفرق مثل Imagine Dragons و Gorillas وعلى فكرة بما أننا تكلمنا عن مسلسل Cowboy Bebop الجديد اللي أنتجه سوديو تمورو أحب أقول لكم أن نفس السوديو شغال الحين على إنتاج مسلسل مقتبس من واحد من أفضل أنيميات بالتاريخ واللي أكيد الكثير منكم يحبوا يتابعه الأنيمي اسمه One Piece المسلسل بدأ مراحة الإنتاج ورح يجينا في عشر حلقات بشكل مبدئ تم إعلان أيضا عن طاقم العمل والممثلين اللي راح يقوموا بأدوار طاقم الستروهاتس واللي أولهم لوفي نامي سانجي وسوبو وطبعا زورو على فكرة نتفلكس أخيرا جمعت بين أكثر أشياء أحب على منصتها أفلام الأنيمي ومسلسلات والحين ألعاب من خلال تطبيق نتفلكس تقدر تلعب بخمس ألعاب جديدة كبداية لأطلاق خدمة الألعاب الألعاب هي والمميز من هذه الألعاب إنها على الموبايل وعلى عكس أغلب الألعاب الحين ما تحتاج إلى انترنت أبدا عشان تلعبها يعني إذا كنت مسافر طالع كشتا طالع بيت خويك طالعين البر راح عند صديقك راح عند صديق صديقه ما تحتاج أبدا لأنترنت أنك تلعب الألعاب نزل الموسم كامل حق ستينجو تينجس تفرج عليه وبعدين ألعب اللعبات ستينجو تينجس اللي حملتها في جوالك من غير الحاجة لأنتصال لا إنترنت ولا واي فاي ولا أي اتصال أبدا شغل ألعب واستبتع صديقي القيك يعطيك العافية على المتابعة إذا عندك أي استفسارات أو عندك اختراحات من حتلكها بالحلقات القادمة اكتبها تحت الكوميس يعطيكم العافية ومع السلامة ونشوفكم في الحلقات الجاية